قصر معاشيق الذي كان آخر معاقل الحكومة الشرعية في عدن أفلت هو الآخر من تحت سيطرتها مؤخرا أمس الأحد قامت ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي بمنع اجتماع حكومي كان من المزمع عقده في قصر معاشيق برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي كما قامت أيضا بمنع عقد اجتماع لقيادات عسكرية في المكان ذاته وزير النقل صالح الجباني اتهم في صفحته على تويتر المجلس الانتقالي بممارسة الإرهاب في عدن بعد قيام أحد القيادات التابعة له بإيقاف الحركة في ميناء الزيت ومنع السفن من تفريغ حمولتها بالإضافة إلى اقتحام مطار عدن وعرقلة حركة الملاحة الجوية هذا التصعيد من قبل المجلس الانتقالي لم يقابل بأي رد فعلا من قبل الحكومة ولا من قبل السعودية الرعية لاتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي وهو ما يترك تساؤلات مفتوحة حول ما يبدو أنه تمكين للمجلس الانتقالي لاستكمال سيطرته على عدن والمحافظات الجنوبية برعاية السعودية والإمارات فوجئوا بإقدام جهات الاختصاص في مطار الملكة علياء الدولي مؤخرا ظهرت للسطح ما يبدو أنها خلافات بين المجلس الانتقالي والرياض وتصاعدت حدة خطاب الانتقالي ضد السعودية وفيما يبدو التصعيد الخطابي موجها ضد السعودية فإن النتائج المباشرة لهذا التصعيد تتجه نحو تعزيز نفوذ المجلس عسكريا وأمنيا على عدن والمناطق المجاورة على حساب الحكومة لم يعد للشرعية أي حضور عسكري أو أمني في العاصمة المؤقتة والقوات السعودية التي تتمركز في المدينة بغرض الإشراف على تنفيذ الاتفاق لا يبدو أن من مهامها منع تصرفات الانتقالي أو وقف هذا التصعيد